دع المشاركون في جلسة المجلس المركزي للاتحاد الدولي للنقابات التي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل دعوا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة كأولوية قصوى للمجتمع الدولي واحترام القانون الدولي في فلسطين كما دع المشاركون الأمم المتحدة إلى الاعتراف الفوري والعاجل بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية فيها بما يتماشى مع حل الدولتين وطالبوا منظمة العمل الدولية بمنح فلسطين وضعا مساويا لوضع العضو الكامل وإقامة سلام عادل في منطقة الشرق الأوسط وتطبيق حل الدولتين وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإزالة جميع المستعمرات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية